ربكم دعوني أستجد لكم في نصف راقم مستقيم تجيب دعوتك داعي ما دعا فادر الله مخلصين له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحييكم أعزائي المشاهدين وأقدم لكم التبريكات والتهاني بحلول شهر الله الشهر الفضيل شهر الصوم والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وفي هذه الليلة المباركة نقدم لكم هذه الآيات المباركة التي تسمى بآيات الدعاء الآيات في القرآن الكريم تقسم إلى عدة أقسام والمقسم هو ما تحتويه تلك الآيات فإن كانت الآية تحتوي حكما شرعيا فتسمى تلك الآية بآية من آيات الأحكام وإن كانت تحتوي قصة من قصص القرآن فتلك آية من آيات القصص وإن كانت تحتوي مثل من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في قرآنه فتسمى بآيات الأمثال وأما إذا كانت تحتوي دعاء في طيات كلماتها فتسمى تلك الآيات بآيات الدعاء وبرنامجنا من خلال هذه الشاشة المباركة إنما نتحدث فيه عن هذه الآيات وهي آيات الدعاء في القرآن الكريم الآيات التي تتضمن الدعاء تنقسم إلى عدة أقسام القسم الأول ما أورده الله سبحانه وتعالى عن ألسنة أنبيائه ورسله وأوليائه أن بعض الأنبياء بعض الرسل دعوا الله سبحانه وتعالى ببعض الأدعية فالله سبحانه وتعالى ثبت هذه الأدعية وجاء بها بآيات في القرآن الكريم والقسم الآخر في آيات الدعاء والقسم التعليمي أن الله سبحانه وتعالى يعلم أوليائه ويعلم عباده بأن يقول لهم قل وهذه قل يعني إن الدعاء من قبل الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة وهناك آيات مطلقة لا فيها نص من نبي أو مرسل ولا أنها تعليم إنما تأتي بدعاء من الأدعية وسنتعرض إن شاء الله إلى هذه الأدعية بأخسامها الثلاثة الآية الأولى في القرآن الكريم التي تضمنت دعاء من أدعية القرآن هي تلك الآية التي وردت في السورة الأولى من القرآن الكريم سورة الفاتحة الآية التي تقول اهدنا الصراط المستقيم هذه آية مطلقة ليس فيها لا هي من القسم الأول ولا من القسم الثاني أن الإنسان المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم وسيكون الحديث في هذه الآية المباركة في نقطتين النقطة الأولى في الهداية والهداية على قسمين إما هداية عامة بمعنى إراءة الطريق وهي التي يقول عنها القرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهناك هداية خاصة هذه الهداية الخاصة التي تكون بمعنى الإيصال إلى الهدف لا بمعنى فقط إراءة الطريق الهداية العامة الله بلطفه جعلها لكل البشر أعطاهم وميز لهم وبين لهم الحق من الباطل بل أعطاهم القدر على ذلك ولكن الهداية الثانية في أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه الهداية الخاصة بأن يوصله إلى ذلك الطريق يوصله إلى ذلك الهدف ومن ضمن الموجبات لهذه الهداية هو الدعاء طلب الهداية الخاصة أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الهداية الخاصة التي بمعنى الإيصال إلى الهدف ولهذا لأهمية هذه الهداية الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء عشر مرات في كل يوم أقل شيء لأن هذه الآية من سورة الفاتحة ونحن نصلي في كل يوم فرضا وواجبا علينا خمس مرات وخمس صلوات وفي كل فرض وفي كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة مرتين إذن في كل صلاة في صلاة الفجر مرتين نقول وندعو الله اهدنا الصراط المستقيم في صلاة الظهر كذلك في صلاة العصر كذلك وفي صلاة المغرب والعشاء إذن دليل على أهمية هذه الهداية أننا ندعو الله في كل يوم عشر مرات ونقول اهدنا الصراط المستقيم وهذه النقطة الأولى بشكل مختصر في أهمية الهداية ومعنى الهداية وأن الإنسان دائما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الهداية الخاصة وأن يوصله إلى الهدف النقطة الثانية ألا وهي معنى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما هو معنى الصراط المستقيم هناك عدة أقوال متناثرة للمفسرين بعضهم بيّن أن الصراط المستقيم هو الإسلام اهدنا إلى الإسلام الناصح اهدنا إلى الإسلام الصحيح الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى هناك رأي يقول أن الصراط المستقيم هو القرآن أنه اهدنا إلى القرآن وما يحتويه من القرآن من معالم من مفاهيم من علوم أخرى من الأمور المعنوية والمادية وهناك أقوال وأقوال ولكن سيد هذه الأقوال ما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام في روايات ثلاث عن الإمام الصادق واحد منها أنه يجعل مصداق الصراط المستقيم هو معرفة الإمام روحي له الفداء وهذا أمر جدا مهم أنه يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا لمعرفة الإمام لأن الحديث الوارد عند العامة والخاصة عند أبناء العامة وعند شيعة أهل البيت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية إذن ودائما ندعو اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني في خبر آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام روحي له الفداء يقول في تفسير الصراط المستقيم والله نحن الصراط المستقيم هم أهل البيت إما سلام الله عليهم والمعنى نفس المعنى الذي جاء في الكلام الأول عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يخصص الصراط المستقيم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصراط علي لأنه صراط الحق لأنه يمثل الحق علي مع الحق والحق مع علي أينما دار علي دار الحق معه ولهذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يقول الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه بما هو يمثل الحق ويمثل الله في الأرض ويمثل رسوله والخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أكمل نهج النبي صلى الله عليه وآله نسأل الله سبحانه وتعالى في حتام هذه الحلقة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضاً بحق الصراط المستقيم بحق أمير المؤمنين أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لصيامه وتلاوة كتابه بجاه من ذكرنا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر